الأضحى ولن يجب التفاق على أن الحكومة منذ أن تابعت بأن الموضوع تزويد السوق الوطنية عموما بمختلف المواد سواء كانت مواد استهلاكية فلاحية أو لا لكتجيب بعض المناسبات بحل المناسبة عيد الأضحى قامت بواحد تدخل وصاحب الجلالة أعطت توجيهات الملكية السامية خلال المجلس الوزاري الأخر المنعاقد بالريباط للحكومة لكي تطلق واحد البرنامج لكلفة دياله واحد العشرات المليار ديالبدرهم ما هم المكونات ديال هذا البرنامج اللي أعطى صاحب الجلالة أولا ندعمه في اللحاء على مستوى الأعلاف ثانيا تدخله في الإنتاج عبر دعم المدخلات اللي عرفت واحد الارتفاع واللي ساهمت إلى حد ما في أنه توقع واحد الارتباكات على مستوى الأسعار ديال المجموعة من المواد الفلاحية وأيضا كان برنامج واحد آخر اللي صاحب الجلالة شرف عليه واللي هو المرتبط بالزويد بالماء الصالح للشرب والماء ديال السقي يجب أن نعترف يجب أن نتصافق في بلادنا اليوم جميعا بأن واحد من المسببات ديال الارتباكات اللي وقعت على مستوى الإنتاج ديال جملة من المواد وأنا كنت تتكلم عن المواد الفلاحية هو الانخفاض الكبير جدا في كمية المياه اللي كانت كتتعطى الفلاحة سنوات الماضية كانت المياه التي تخصص للقطاع الفلاحي كتجوز ربعاً المليار متر بوكعاب السنة الماضية رهما موصلنا اشتر الواحد المليار فاصل الستة بمعنى أن هناك عز كبير قدر يتقدر بـ 75% وهذا هو اللي أطر على المساحات المزروعة أطر على الإنتاج أطر على الهد فلذلك الحكومة كانت تدخل عبر جوجة البرامج اللي كلها فيها توجيهات ملكية سامية البرنامج الأول ديال لما نوفره الماء بشكل معقوله كافي والمشروع الثاني هو المشروع ديال نتدخله في الإنتاج قبل قمنا بحل مجموعة من الإجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء وربما من خلال هدوها في كل مرة كنا نتكلم عنها أولاً لإعفاء من الرسم ديال الاستيراد ثانياً لإعفاء من ضريبة على القيمة المضافة تجيع مجموعة من المتدخلين والمستوريدين والمنتجين للحم الحمراء على أنهم يمشيوا بشكل أكبر في هذا المسار هذا وجد يعني القرار المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المكلف بالميزانية واللي يعطى داك الدعم اللي تكلمتي عليه في الاستيراد الآن بالإضافة لإجراءات وحدة أخرى اللي مرتبطة بالترقيم ديال عدد رؤوس الأغنام والمعيز لموجه لهذه العملية هذه بالإضافة لتوفير جمعة من نقاط ديال البيع لكي يسهل اقتناء الأضحية فهذه المجهودات هذه كلها بالإضافة للمجهودات اللي تكلمت عليها ديال التدخل في العالم وفي لغير ذلك أنا متأكد بأنها إن شاء الله غادي تعطي واحد النتائج على مستوى أولاً توفير هذا الأضاحي بشكل إن شاء الله اللي يكون يعني بشكل كبير على مستوى النقاط ديال البيع ديال الاقتناء ديال المواطنين واللي غادي تمكن طبعاً بلا شك غادي تمكن من أنها تساهم إلى حد دين كبير فتحكم في هذه الأسعار